علب السجائر يبقى فيها صور مرعبة جداً تلاقي واحد يمغطيها ويشب علي السجائر عادي جداً هي طبعاً إحنا دايماً في التوعية يعني إحنا بنتكلم في البرنامج بتاع حاليتك وبرامج أخرى دايماً بنختار على حسب الشخص اللي أنا بنكلمه فلا في ناس التخويف هيبقى سبب إحنا مثلاً بنستخدم حاجة زي الكارتون والحاجات دي لما نيجي نوعي الأطفال والسن الصغير ونقول إنها هي السجارة بتقول لها للقلب أحبك أتني فبتدي رسالة إلى حد ما للأطفال وللسن الأكبر شوية دي طريقة في التوعية طبعاً التوعية طبعاً بالأضرار والمشاكل والحاجات الأخرى بتبقى بتنفع بس طبعاً وطبعاً منظمة الصحة بتعمل حملات كثيرة وجمعيات زي حياة بلا تدخين وجمعيات صحة مصر وأنشطة كتير فبتقول إن للتدخين بيخنق رئتك هي طبعاً حاجة سيمبوليك وطبعاً مهم دائماً إحنا بنقول الأطفال لا يشتروا ولا يدخنوا ولا يتأثروا بأهلهم طبعاً المنظر ده بتاع الدخان اللي معبق في البيت بيفضل طالعاً طبعاً ده بيلزق كمان في الحاجات اللي على الأرض والستاير والمكان حتى المكان اللي فيه تدخين ريحته بتبقى متغيرة بره بتنزل سعر البيت أو سعر العربية لو كان حد بيدخن فيه بصونا بالمحاربة إزاي؟ بالزبط دي طبعاً الأرقام الكارثية في مصر وفي العالم العربي إحنا عندنا 40% من الكبار بيدخنوا بنصرف حوالي 120 مليار أو 130 مليار جنيه على التدخين غير بقى الشيشة غير الحاجات الأخرى وحالات وفيات بتحصل 500 حالة وفاة يومياً بسبب أمراض خاصة بالتدخين بس اللي بتكتب في شهادة الوفاة ده جاله جلطة ده جاله سرطان ده جاله قلب بس بيبقوا مدخنين نسب كتيرة طبعاً فيه حوادس كورب بتموت فيه حاجات كتيرة بس 170 ألف حالة وفاة في مصر و130 مليار بيتصرفوا في السنة كانوا يبنوا بيوت ويعملوا حاجات ويغيروا حاجات كثيرة طبعاً هم نفسه صاحب الشخص اللي بيدفع قد كده في قد كده ما لا يقل عن 600 جنيه نقول مثلاً 7000 جنيه في السنة يعني 7000 جنيه حيغيروا في حياته حاجات كثيرة قوي غير أنه بيصرف على هدوة وعلى عية وعلى حاجات أخرى طبعاً